يتعقد رسم المشهد العسكري في العراق وتتقن هندسته بما يتوافق مع الشكل الطائفي الذي يريده المتحكمون في المشهد بأمر من النظام الإيراني إشكالية الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ظلت حديث المراقبين للمشهد العراقي فبعد انهيار الجيش العراقي بعد الغزو الأمريكي شكلت القوات الحكومية بشكل سريع وغير مبني على خطط فكانت هشة على الرغم من الدعم المالي الضخم لها لتقابلها في الظهور ميليشيات المسلحة أحدثت فوضى أمنية أرقت الشارع العراقي فما كان للمنظومة الحاكمة إلا أن تدمج تلك الميليشيات بالقوات الحكومية حلا للمشكلة ولكن في الواقع فإن قرار هذا الدمج زاد المشكلة وجعل الطائفية تتغلغل أكثر في المؤسسة العسكرية وهو ما اعترف به العديد من ساسة المنظومة الحاكمة قرار الدمج الأول تبعه قرار دمج أشد خطورة واتساعة وذلك عندما قرر عادل عبد المهدي إعادة هيكلة ميليشيا الحجد ميزة هذا القرار عما سبقه تكمن في العدد الكبير لميليشيا الحجد وشرعانة وجودها رسميا بعد المعارك مع تنظيم الدولة فضلا عن العدد الكبير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ضد العراقيين إعادة هيكلتها يعني تذويبها رسميا في القوات الحكومية بحث أعمق في القرار يقود لكونه شكليا فقط من باب عدم قدرة عبد المهدي ولا من سبقه ولا من سيأتي على محاسبة هذه الميليشيات المتنفذة وهذا ما دفع المراقبين إلى أن يروا أن القرار جاء تماشيا مع رغبة زعماء الميليشيات المرحبين بالقرار وتناغما مع أصحاب الرأي والمشورة وهذا التناغم يتجلى في انعكاس القرار على الأرض فهو يؤسس لقوة عسكرية رسمية رديفة تظهر في ظلها صورة الحرس الثوري الإيراني والأسيام أنه جزء من المؤسسة العسكرية وحول ميليشيات غير نظامية إلى قوة بضباط وهيكلية أما سبب القرار فالظرف الأمني والإقليمي كاف لتبيانه تصعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستخدام طهران هذه الميليشيات في العراق للتهديد مرة وأخرى للعمل العسكري على الأرض فجاء القرار برأيه البعض تجنيبا لهذه الميليشيات من العقوبات الأمريكية التي تدندن باستهدافها إذا بقيت ضمن كيان منفصل ومهما يكن فإن هذه القرارات لن تغير من حقيقة أن العراق أصبح مرتعا للفوضى الأمنية التي لن تنتهي إذا لم يزل سببها وهي المنظومة الحاكمة فكرا وسلوكا وأشخاص ترجمة نانسي قنقر